بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسط الدالة الخطية والتألفية لبيام 2011 إذا لاحظوا ماذا تقول؟ تقترح وكالة تجارية للاتصالات الهاتفية مثل جيزي وموبيلس وما شبه ذلك للتسديد الشهري السياغة الثلاثة الآتية لاحظوا جيدا كيف نقرأ هذه السيغة كي نفهم كل واحدة ما هي الدالة التي ترافقها إذن لاحظوا جيدا إذن قال السيغة لاحظوا السيغة ألف دفع 11 دينارا للدقيقة 11 دينارا للدقيقة ركزوا وكأن ما هنا يأتي في ذهن مباشرة شيء اسمه دقيقة ثم ماذا؟ ثم السيغة الثانية دفع 600 دينارا اشتراكا وان لاحظوا خمسة دانانير للدقيقة لاحظوا الكلمة تعيد تكرار نأتي كذلك إلى السيغة جين دفع 1200 دينارا اشتراكا وثلاث دانانير للدقيقة نلاحظ هنا كأنما كلمة الدقيقة هي التي تعطي لنا المتغير يعني أكيد ما معنى؟ لاحظوا جيدا معنى يمكن أن نقول لفيئة الأولى هذه السيغة الأولى نكتبها على هذا الشكل 11 اكس لماذا؟ لماذا؟ لهذا نسمي هذه الكلمة الدقيقة دقيقة دقيقة بما أن هي التي تتكرر نسميها هي المتغير اكس إذن نكتب ماذا؟ نتابع جيدا أي ماذا؟ إذن في الأولى إذن نلاحظ وأكرر أن كلمة الدقيقة هذه التي تحي إلى الزمن هي التي أصبحت تتكرر يعني تتغير لهذا سميناها اكس نتابع جيدا عندنا كذلك في الثانية ماذا نقول؟ لاحظوا أبنائي نقول دفع هذه إذا سميناها لاحظوا سي واحد أركز وأرجوكم أداء ثانية سيغة ثانية ما هي؟ سي اثنان تساوي لاحظوا ستمائة دينار اشتراكا يعني ستمائة زائد ماذا؟ زائد خمسة دقيقة وقلنا الدقيقة ماذا نسميها؟ نسميها اكس معناها خمسة اكس تابعوا جيدا لم نجاوب على سؤال بعد نأتي الآن إلى السي ثلاثة تساوينا ماذا؟ ألف ومئتان لاحظوا ألف ومئتان زائد وقل زائد ماذا؟ زائد ثلاثة دانانير للدقيقة يعني ثلاثة اكس هكذا أبنائي قد يعني استخرجنا كأنما الدوال الخاصة بهذه الوضعية الآن السؤال الذي جاء قال احسب تكلفة المكالمات التي مدتها مئة دقيقة يعني كأنما هذه المئة عوضت في الدقيقة معناها عوضت بالإكس معناها نعوضها أبنائي هنا وهنا وهنا لإيجاد تكلفة كل مكالمة بالسياغة الثلاثة إذن ماذا نقول؟ نقول حساب تكلفة ماذا أبنائي؟ المكالمات المكالمات التي مدتها كم أبنائي؟ مئة دقيقة دقيقة عفوا الثلاثة لأن عندنا السياغة الآن ثلاثة ننطلق بالسياغة الأولى ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا السي واحد يسوينا كم؟ يسوينا 11 في 100 ماذا ترون؟ لأن الإكس أصبح كم؟ انظر إكس أصبح 100 إذن تصبح لنا كم أبنائي؟ تصبح تسوي لنا 1100 1100 دينار جزائري تابعوذي جيزة نأتي الآن إلى السي إثنان يسوينا كم؟ نعوذ هنا ب100 فتصبح لنا ماذا؟ 500 زائد 600 كم؟ 1100 دينار جزائري نأتي الآن إلى السيغة الثالثة هنا نعوذ ب100 فماذا ينتج أبنائي؟ ينتج لنا السي ثلاثة تسوي كم؟ تسوي لنا 300 زائد 1200 أكيد سوف تعطي لكم 1500 دينار جزائري يعني يقول أحدكم لكن ما هي الأجوبة التي نضعها في ورقة الإجابة؟ الأجوبة نضع هذه الأجوبة التي تظهرنا جليا هكذا هذه الإجابات التي نضعها حساب تكلفة مكالمات سي إذن ماذا قمنا؟ قمنا بضرب فيما لاحظنا هذه في هذه الحالة لاحظوا هنا ها هي أعدها أمامكم لاحظوا هكذا إذن كتبنا يمكن لكم أن تكتبوا هذه وهذه وهذه لكن في مكان الإكس ضعوا 100 فقط الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي نتطرق الآن إلى السؤال الآخر ماذا قال؟ قال إجراج يمثل الكلفة بالدنانير إكس يمثل المدة بالدقاء أحضتم ذلك؟ يعني ذلك الإكس الذي سميناه بالدقاء كنا على صواب قال أكتب إجراج بدلالة إكس في كل منع السيغ الثلاثة إذن نكتب هنا كتابة كتابة إجراج بدلالة إكس في كل منع السيغ الثلاثة الثلاثة لاحظوا جيدا هنا أبنائي إذن أولا نسمي الأولى السيغ الأولى نسميها إجراج هذه نسميها كلفتها نسميها إجراج واحد هذه إجراج إثنان وهذه إجراج ثلاثة فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا إجراج واحد ماذا يسوي أبنائي؟ يسوي أننا قلنا إحدى عشر ماذا؟ إكس لأن قال إحدى عشر دينار وها هو كلمة دينار الدقيقة هي إكس إيجراج إثنان يسوي ونأتي كذلك إلى إيجراج ثلاثة يسوي الثانية ما هي؟ قال ستمائة إذن ستمائة انظروا جيدا هكذا ستمائة زائد كم؟ زائد يا أبنائي خمسة نكتب هنا خمسة خمسة ماذا؟ خمسة دقيقة يعني خمسة إكس انظروا جيدا هكذا حتى تفهموها ثم عندنا كذلك التي بعدها قال ألف ومئتان إذن نكتب هنا ألف ومئتان زائد ماذا؟ زائد ثلاثة نكتب هنا ثلاثة ماذا؟ دقيقة يعني ثلاثة إكس ها هم يا أبنائي الإجراج بدلالة إكس في كل سيغة كلفة دائما هنا بالدنار هذه الكلفة تكون بالدنار الجزائي الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي نأتي الآن إلى السؤال الآخر تابعوا جيدا أولا نقوم بجلب السيغة الثلاثة لاحظوا قال وفي نفس المعلم مثل بيانيا السيغة الثلاثة هذا هو السؤال الأول ثم نأتي إلى السؤال استنتج الفترة هذا يأتي بعد الرسم الآن جاء بشرط يمكنك اختيار المعلم بحيث واحد سنتيمتر مركزوا واحد قلنا واحد إذا قلنا ها هو السنتيمتر وعفوا هنا تابعوا نقطة نقطة أبنيها تتعلم ها هو المعلم هنا الزمن في هذه الجهة بالأسفل نكتب هنا الزمن الزمن بالدقيقة وهنا وهنا عندنا كذلك نكتب الكلفة لاحظوا الكلفة يعني كلفة المكالمة بالدنار بالدنار الجزائري هكذا أبني عندنا قال واحد سنتيم ها هو من هنا إلى هنا واحد سنتيم يمثل بكم بخمسين دقيقة معناه لو نأتي هنا ونقوم بوضع ماذا بوضع سلم صغير ها هو أمام عفوا ها هو أمامكم أبنائي انظروا هنا أتي بوضع هكذا ها هو واحد سنتيم وها هو من هنا واحد سنتيم انظروا جيدا حتى تعلموا إلى هذا الشيء قال ماذا من هنا في واحد سنتيم تصبح لنا خمسون دقيقة ومن هنا كم يا أبنائي مئتان دينار جزائري ها كذا حتى تعلموا الآن هنا عندنا لو ندقق جيدا يا أبنائي يوجد لنا عدة يوجد لنا ثلاث دوالة الأولى هذه دلة خطية دالة خطية أما هذه وهذه تآلفية الدالة الخطية أكيد نعلم أنها تمر من ماذا؟ من المبدأ الذي اسمه أو ها هو أمامكم انظروا جيدا نقطة نقطة أبنائي حتى تعلموا يعني لو نأتي بيعني لرسم هذه نستعين أولا يمكن لكم الاستعانة يا أبنائي بالكلفة التي قمنا بحسابها في الأول ها هي أمامكم انظروا جيدا ويمكن لنا أن نقوم برسم جدول بس إذا ها هو الجدول يا أبنائي نلاحظ كيف يمكن أن نقوم بعملية الملء تابع جيدا نحن نعلم أن قلت الدالة الخطية والتألفية ترسم بنقطتان فقط نعطي أول قيمة للإكس مثلا في الدالة الأولى هذه الدالة التي هي الكلفة الأولى وهي إجراج واحد هذه نعطي للإكس صفر الإكس كم نعطي لها قلت صفر إذا أعطينا صفر تصبح 11 في صفر كم صفر إذا تصبح لنا الإجراج صفر وهي المبدأ نعطي كذلك أبنائي النقطة القيمة الثانية للإكس القيمة الثانية للإكس لا نتعب عقولنا مثل الكلفة في السؤال الأول كم أعطي لنا الإكس ألم أقول لكم أن أعطي لنا الإكس أنه هو مئة نعم إنها مئة يقول أحدكم أين هي يا أستاذ ها هي يا أبنائي المئة انظروا الذي عوضنا بها لما عوضنا بالإكس يساوي مئة ها هو كما قلت لكم إكس يساوي مئة كما أعطيت لنا أعطيت لنا النتائج هذه هذه النتائج يمكن تمثلها لها كأنما الإجراج واحد وهذه الإجراج إثنان لما الإكس يساوي المئة وهنا الإجراج ثلاثة لما الإكس يساوي مئة إذن فيمكن بما أن الاستعانة بذلك إذن إذا كان هنا الإكس قلنا عطينا له مئة كم نتحصل نتحصل على مئة ألف ومئة إذن هنا تصبح لنا الإكس أعطي لناه كم أعطي لناه مئة وتصبح لنا هنا ألف ومئة هذا فيما يخص الدل الأولى فننطلق مباشرة برسمها ثم نكمل مع الثانية لاحظوا إذن سوف يمر من نقطتين النقطة الأولى سفر سفر لهيها سفر سفر إكس وإجلق لأن النقطة لها الإكس والإجلق سفر سفر قلنا هي المبدأ الثانية هي مئة مئة لاحظوا أبني كيف أعين مئة مع ماذا؟ مع ألف ومئة ألف ومئة تكون لنا في هذا المكان أركزوا هنا هنا تلك النقطة في هذا الموضع فيمكن أن نقوم بماذا؟ بالوصل ما بينهما هكذا يابنا انظروا جيدا هذه ما هي؟ هذه إجراغ واحد التي تساوي لنا إحدى عشرة إكس قلت تساوي لنا إحدى عشرة إكس أو نكتبها هكذا بدون ما يلان نكتب هنا إجراغ واحد يساوي لنا إحدى عشرة إكس ويمكن لنا أن نحرف هذه الخطوط الخفيفة هكذا أبني حتى تتعلموا رويدا رويدا نأتي الآن إلى الدالة الثانية الدالة الثانية هي دالة تألفية لما نعطي ركزوا أولا نعطي للقيمة هنا نعطي لها الإكس نعطي له السفرة هنا السفرة الإيجراغ أكيد هذه تذهب فيصبح لنا كم؟ فيصبح لنا ستمائة نعطي كذلك للإكس أبسط قيمة التي كنا نقول عليها التي أعطيت لنا ها هي كم؟ 100 إذن نعطي للإكس 100 ونعوذ هنا بـ 100 فكم تحسننا؟ تحسننا على هذا الشيء 1100 إذن هنا تصبح لنا 1100 نعم 1100 ونأتي الآن إذن هنا يا أبني يركزوا إذن قلت هنا كم؟ أعطي لنا السفر نعتدر ليس الإكس هكذا سفر مع 600 و100 مع 1100 فتصبح لنا السفر مع ماذا؟ السفر مع الستمائة ها هي الستمائة يا أبني انظروا 600 ها هي أمامكم إذن النقطة الأولى سوف تكون في هذا الموضع تابعوا نقطة أبنائي حتى تتعلموا إذن النقطة الأولى سوف تكون في هذا الموضع النقطة الثانية اللي هي ماذا؟ قلت 100 مع 1100 100 ها هي 100 انظروا جيدا سوف نستعمل مسترى أفضل هكذا مع ماذا؟ مع 1100 نفسه الإحداثية للدالة الخطية تابعوا ثم نقوم يا أبنائي بالوصل ما بين النقطتان ها هي نقطة وها هي نقطة وننطلق بعملية الوصل بينهما بهذه البساطة هكذا أبنائي ونكتب هنا Y2 تساوي لنا كم 600 زائد 5X أو نكتب 5X زائد 600 بعدها نأتي إلى الدالة الثالثة اللي هي هذه يا أبنائي إذا أخذنا أعطي لنا هذا السفر سفر فيذهب هذا كليا إلى السفر وتصبح لنا 1200 ثم ماذا؟ نعطي لها 100 نعطي لها كم قلت؟ 100 ها هو الـ X يأخذ هنا 100 لهذا المكان إذا أخذ الـ X 100 فالأخرى كم تصبح تصبح لنا؟ ها هي أمامكم لها 1500 يقول أحدكم يا أستاذ وإلا معطي لها المئة هل يمكن أن نعطي قيم أخر؟ نعم يمكن لك إلا أن بما أن نعطي لنا هذه المئة نستغلها حتى تكون قيمنا جد مضبوطة ثم ننطلق بالرسم A هذا الـ X 0 و الـ Y كم 1200 1200 يا أبنائي لو نأتي إلى هنا وننطلق بالعمل نستعمل ملون أخر أفضل هكذا وننطلق 1200 ها هي 1200 إذا النقطة الأولى التي ينطلق منها هي هذه النقطة ركزوا أرجوكم والنقطة الثانية يا أبنائي قلنا إذا أخذ مئة ها هي أمامكم مئة مع ماذا؟ مع 1500 1500 فتكون في هذا الموضع هنا لاحظوا يا أبنائي إذن ها هي النقطة الأخرى ثم يمكن أن نقوم بعملية مسح هذه الخطوط الصغيرة أو تتركونها بقلم الرصاص لا أحرج على ذلك تابعوا جيدا ثم ننطلق في عملية ماذا؟ في عملية التوصيل ما بين النقطتين انظروا يا أبنائي ها كذا لاحظوا نقطة نقطة أبنائي ها كذا يا أبنائي ونكتب هنا إغلاق ثلاثة يساوي يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا 1200 زائد ماذا؟ زائد ثلاثة إكس ها قد الآن رسمنا هذه الدوال بأبسط طريقة ممكنة يا أبنائي الآن أبنائي بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الآخر قال السؤال استنتج الفترة الزمنية التي تكون ما معنى فترة؟ ما معنى استنتج إكس لأن الزمن قلنا هو الإكس بالدقيقة التي تكون خلالها السغابة ها هي السغابة أقل تكلفة أقل تكلفة ما معنى يكون لأن هذا المعلمي لأحتى تفهم هذه هذا هو محور الكلفة أو تكلفة وهذا هو محور الزمن أو محور الفترة الزمنية هتفهم هذه الأمور مدة بالدقيقة الآن قال استنتج الفترة ما معنى استنتج إكس لم يقل استنتج هنا الكلفة إنما نقول هنا استنتج ركزوا معي استنتج أفوا نقول استنتج الفترة الزمنية التي يعني هنا كأنما استنتج إكس السغابة التي تكون من خلالها من خلالها السيغة ما هي السيغة السيغة با أقل تكلفة هنا أبناء أولا علينا أن نفهم هذه السؤال بيانيا ثم نقوم بإجرائه حسابيا معناه أن يكون إذن التفسير البياني التفسير البياني للفترة للفترة الزمنية التي من أجلها من أجلها ماذا أبني من أجلها السيغة با تكون أقل تكلفة إذا فهمناها من البيان قضي الأمر هنا لو نلاحظ جيدا يا أبني ألا تلاحظون أن ركزوا هنا هذا ها هو أمعكم مرتفع جدا أين يكون هذا مثلا أقل تكلفة أكيد أقل تكلفة لما يكون في المناطق التي يكون هو الأقل هو أخفض منحنة ألا تلاحظون أنه أخفض منحنة ها هو في هذه المرحلة فيكون الـ X من هنا إلى هنا لأن هذه الكلفة ألف يكون معناه أقل كلفة بالنسبة إلى الألف ليس باء من الصفر إلى المئة فنأتي كذلك إلى ماذا إلى الكلفة ركزوا أرجوكم نأتي إلى المنحنة الثانية ها هو أمامكم المنحنة الثانية ما هي المناطق التي يكون فيها هو أخفض من المنحنات الأخرى أكيد يا أبنائي ودقيقوا معي لأننا نحن في هذا السؤال أكيد سوف ينزل من هنا إلى هنا يكون أخفض إلى غاية هنا وركزوا أمام أنظروا أمام عينكم أليس هذا يكون هو أعلى منه وهذا أعلى منه وهذا أخفضهم انظروا إنه هو الأصغر يعني هذا فوقه وهذا فوقه لاحظوا كلهم فوقه إلا هذا في هذه معناه قيم الإكس لأنه قال الفترة الزمنية معناه يريدون منه قيم ماذا قيم الإكس كلكم تلاحظونها أنها سوف تكون من هذا المكان إلى هذا المكان لماذا أكرر لأن من هنا إلى هنا هذا هذه هي المنطقة التي يكون المنحنة أو الدالة تكون الدالة الثانية تكون هي الأسفل لماذا لأن الأخر ها هو فوقه انظروا فوقه وها هو فوقه فالأخضر اللوني الأخضر هو الأسفل بما أنه هو الأسفل ما هي قيم الإكس فتكون من هنا إلى هنا فقط كما أشير أعيد بلون آخر تلاحظون هذلك بيانيا هكذا إذن ماذا نقول إذن يكون من ماذا من مئة إلى ثلثمئة إذن إذن التفسير بياني للفترة الزمنية التي من أجلها السيغة با تكون أقل تكلفة هي فواصل هي على الفواصل لأن هنا تكون على الفواصل هي فواصل أو الفواصل التي يكون أو تكون منحنى أو المستقيم حتى نقول حتى المستقيم منحنى الدالة الثانية هي إذا سميناها آف إثنان بالرغم هي لا يوجد لها مستقيم أسفل من ماذا من ماذا من باقي التمثيلات التمثيلات البيانية يعني تمثيل بياني إذن أسفل من باقي التمثيلات البيانية للدوال الأولى والثالثة حتى تفهموا هذا المغزى يعني يجب أن تكون في المنطقة الذي يكون هو أصغر في هذه ما هي قيم X أكيد تكون قيم X من هنا إلى هنا المدة لأنه قال هو المدة ها هو السؤال حتى تفهموا استنتاج الفترة إذن نقول الفترة الزمنية أو نقول قيم X هي أن تكون يا أبنائي محصورة ما بين الثلث مئة وماذا والمئة أكيد هنا الدقيقة الدقيقة بالدقيقة لا جدالة في ذلك هذه هو الجواب يا أبنائي الآن من البيان الآن بعدما استخرجناه من البيان كيف يمكن أن نثبت ذلك حسابيا نتابع جيدا إذن ها هي الآن ها هي الكلفة الأولى ودلت الكلفة الثانية ودلت الكلفة الثالثة هو قال ما هي قيم يعني X التي تكون الكلفة الثانية هي الأقل نقول نحل نقوم بحل المتراج حتين التاليتين تاليتين ما هي المتراج أولا يجب أن تكون Y2 أقل من إذن الكلفة الثانية دائما مع الكلفة الثانية أقل من الكلفة الأولى وماذا والكلفة الثانية تكون أقل من الكلفة الثالثة هذا هو المنطق أن تكون أصغر ما يمكن يجب أن تكون أقل من الأولى والثانية الآن نحن نملك كل واحد بقيمة هذا نأتي به ونعوذه هنا وهذا نأتي به ونعوذه هنا تعالوا نعوذ أمامكم وتصبح 600 زائد 5X أقل من ماذا من 11X هذه المتراجحة الأولى نأتي الآن إلى المتراجحة الثانية أنه هذا يعوذ هنا فيصبح لنا ماذا يصبح لنا 600 زائد 5X أقل أو يساوي ماذا أبنائي يساوي لنا كذلك هذه نأتي بها وهنا وتصبح لنا 1200 زائد 3X ونحل هذه المتراجحتين لإيجاد قيمة X التي تمثل فترة زمنية الأمر الآن جد بسيط لاحظوا هنا يا أبنائي نقطة نقطة لو نأتي مثلا بهذا وننقله من هنا ماذا تصبح تصبح لنا 600 أقل من 11X ناقص 5X وتصبح لنا 600 أقل من 6X بما أن هذه القيمة موجبة فيمكن القسمة أو نظر في 1 على 6 حتى نفهمها كذلك نقل نظر في 1 على 6 أو ينتقل لو كان نقص أمر آخر ويصبح لنا 600 على 6 أقل من ماذا من X يصبح X أكبر أو يساوي كم يا أبنائي 100 لاحظتم ألم نجد هذا مصطلح نعم إذن أولا X أكبر أو يساوي لنا 100 نأتي الآن إلى حل المتراجحة الثانية ويجب أن نجدها أصغر من ماذا من 300 تعالوا ننقل رويدا رويدا نقوم بعملية نقل هذه القيمة إلى هنا ونأتي بنقل هذه القيمة إلى هنا فتصبح لنا 5 X ناقص 3 X هكذا أبنائي أقل من ماذا من 1200 ناقص 600 لم أفعل شيء نقلت كل واحد إلى الجانب الآخر وغيرت الإشار فتصبح لنا 2 X أقل من 600 هذا قيمة المجابة له الحق أن ينتقل إلى هنا ويحذف من هذا المكان فيصبح X أقل من ماذا أبنائي أقل من 300 لاحظوا جيدا X أقل من 300 وأكبر من ماذا وأكبر من 100 فتصبح المدة ما هي المدة الزمنية الفترة الزمنية التي تكون من أجلها السيغة هذه السيغة اسمها ماذا اسمها باء إذن السيغة أقل تكلفة هي ما هي هي من 100 إلى غاية ماذا إلى غاية 300 بالدقيقة أكيد ولاحظنا ذلك هنا من البيان وشرحت لكم وقلت يجب أن تكون من هذا المكان لهو 100 إلى غاية 300 يا أبنائي بهذه البساطة المطلقة قد أنهينا هذا التمرين الرائع وفي الأخير أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كينكم من المسير وزوروا صفحتنا التي هي صفحة الفيسبوك لأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته